تستمر فعليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 تحت شعار الرياض تقرأ في حرم جامعة الملك سعود هذا يشارك في المعرض أكثر من الفيدر نشر من أكثر من 30 دولة بأكثر من 800 جناح إضافة إلى مشاركة هيئات ومؤسسات ثقافية سعودية وعربية ودولية إصدارات متنوعة يضمها معرض الرياض الدولي للكتاب الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية ويستمر حتى السادس من شهر أكتوبر أكثر من ألفين شر من 30 دولة يشاركون في المعرض هذا العام هو معرض الرياض من أهم المعرض العربية يعني بيلي في الأهمية معرض القاهرة وفي الحجم كمان كل نشرين المصريين بيحاولوا دايما أنهم يشتركوا فيه وطبعا بنسعد بوجودنا في المملكة دايما والله السنة دي حاس أنه فيه جمهور فيه أكبال دايما هو مميز معرض الرياض دي نحنا منطره من السنة للسنة ونحن عنا زبايننا الخاصة لأن نحنا شوي الفيلد عنا سبيسيفيك الآن بالهندسة العمارة، الديكور، الجرافيك، العارت، الدروينج فبقى فيه عنا ناس خصوصي لهذا الموضوع الأجنحة المصرية المشاركة في معرض الرياض الدولي الكتاب كانت محل اهتمام الزوار ومن كافة الأعمار الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا الزخم الكبير الذي تشهده الأجنحة المصرية في الإصدارات والكتب المتنوعة السنة هذه أكثر تنظيم دور النشر متعددة سهولة الوصول عبر التقنية للكتاب اللي تريد المناشطة الثقافية ممتازة الأجنحة المشاركة منها جناح مصر الشقيقة ما شاء الله أنا الآن أمامي وأشوف أشياء جميلة والثقافة تجمع الناس أنا أعتقد أنه لو لا دور النشر المصري لما كان هناك قارئ عربي يعني فنعرف أن مصر تكتب واللبنان تطبع والعراق تقرأ وأعتقد أن السعودية كذلك تقرأ وشعار المعرض اليوم الرياض تقرأ فالرياض اليوم كذلك تقرأ لا سواء على مستوى الكتاب وأقلامهم وتنوع أقلامهم ومشاربهم عددهم بلا شك حي فوق أي دولة عربية أخرى كذلك الكتاب الخليجيين عندهم ميل إلى النشر في مصر لسهولة الإجراءات إلى تنوع الخيارات الطباعة والنشر والتوزيع كذلك وكذلك بلا شك الهدف الأساسي المشارك في معرض القاهرة بعرضها لأحدث الإصدارات العلمية والأذبية تشهد الأجنحة المصرية المشاركة في معرض الرياض الدولي الكتاب إقبالا كبيرا من الجماهير ومن مختلف الأعمار حيث تعد مصر ثاني أكبر الدول المشاركة في المعرض بعد الدولة المضيفة المملكة العربية السعودية من مدينة الرياض لميا موافي التلفزيون المصري